نتكلم بقى عن الكيان السهيوني أو فلسطيني المحتلة أو ما تسمي نفسها إسرائيل امرأة إسرائيلية بتاجم وتحتل المشهد بتسلل حدث من داخل أحد السجون الإسرائيلية ليعمل صدمة رح نسمع ونشوف عملية طعن بأسلوب مختلف وأغرب ما فيها موقعها والمطعون بالفن والفنانين بتتسلح إسرائيل وبتتسلل للبلدان رحلة سواح إسرائيلين بتحول إلى مأساة الحكمات دول راح يعني يحتلوا الوجهة المقبلة داخل إسرائيل وخارجها لمرة واحدة راح يكون الكنيسة الإسرائيلية رجال ومبنى غير مستقر وغير آمن بيوم الأيام مش راح يكون بعيد ما يبقى كلمة سر ولا أسرار بين إسرائيل والسعودية مش فاهم يقصوا دي بهذا التوقع ياريت لو حد من أهل السعودية بيسمعنا يقولولنا الأحداث اللي راح تحدث يعني في إسرائيل في مرحامة مقبلة أبطالها أسرى بالسجون يعني حاجة برضو من الحاجات اللي احنا لازم نستوقف التوقعات عندها كده وسيارة اللي هي الدرونز بين لبنان وإسرائيل راح تخض الأجواء لبنان واليونيفل كوات حفظ السلام يعني وإسرائيل راح يتزاه من الحدث مع عيد يهودي يعني هيكون في حاجة في العيد اليهودي ده بنعارض أمني وعارض صحي بيتأرجح نتنياهو نتنياهو في قراراته وأوامر نارية في مواجهة النار بيذكر الناس بتاريخه الأسود بتتصارع الأهداف في إحدى الزيرات اللي محورها نتنياهو في هذه المرة استثمارات غير يهودية بإسرائيل بنغافير بيحدث عن شرارة ليولعها